اشتركوا في القناة اماراتية وسط العوامية دكاكين تعليب التعليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة ورحب الظرف الكرام لهذه الليلة معنا الدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والعلام ومعنا الشيخ بدر العامر وهو باحث في الاتجاهات الفكرية معنا أيضا الدكتور ماجد التركي رئيس مركز الدراسات العربية الروسية اختصار مفيد أخيرا معنا الاستاذ محمد العنقري الكاتب الاقتصادي بساكة البخير السلام الأنبضي في الكرام وبكم وإلى موضوعنا الأول خلال خمسة عشر شهرا أنهت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أعمالها ونجحت في استعادة أربعمائة مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك إلى الخزينة العامة للدولة وأعلن الدوان الملكي الأسبوع الماضي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تسلم تقرير اللجنة التي استدعى 381 شخصا من بينهم أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال العملية انتهت بإخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهم الفساد فيما تمت إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للقانون وأكد خادم الحرمين الشريفين استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته دكتور فعد أبغت تحكي لي ما الذي يمكن أن تكون مثل هذه الحملة قد أسست له التي هي حملة الفساد من قيم في المجتمع السعودي أولا دعنا نشير إلى أنه 381 الذين تم القبض عليهم وبعضهم طلع بريء طبعا وبعضهم أدين وبعضهم لا زال يعني قيد هذا لا يعني أن هؤلاء هم يعني كل ملوك الفساد في البلاد لا في غيرهم كثيرين أكيد فيها صغر منهم وفيه ناس بحجمهم بس لسا الطريق ما وصلهم يعني أنا أبغت أقول أنه تشكيل اللجنة العليا هذه كانت بالنسبة لي أنا شخصيا من الناحية السياسية والإدارية هي رسالة موجهة إلى كل من يعني تورط في مثل هذا الأمر أو ينوي التورط في مثل هذا الأمر بأنه لا المرحلة اليوم هي مرحلة أخرى مرحلة أعلنت منذ بدايتها الحرب على الفساد والحرب على الفساد لا يعني أنها ستنهي الفساد بالكامل حتى لو بعد عشر سنين سيظل الفساد موجود لكن على الأقل إذا لم يكن هناك حل جذري للفساد على الأقل تحجيم هذا الفساد واستشرائه فيه كثير من مع الأسف في في الإدارة العربية بشكل عام ليس فقط في السعودية وفي العالم الثالث أيضا بشكل أوسع الفساد أصبح جزء من الثقافة من الثقافة الإدارية صحيح جزء أساسي من الثقافة الإدارية يعني الغريب ليس أن تجد ناس يعبثون في المال العام أو يختلسونه أو يسرقونه أو يزيفونه لا الغريب هو أن تجد أحد لا يمارس مثل هذه الممارسات هذا ما يعتبر غبي أو جاهل أو ما يفهم أو ما هو ذيب يسبع نفسهم مثلما يسبع ونفسهم الثاني طبعا كون أن هناك ثورة إصلاحية صح التعبير في المملكة تركز بالدرجة الأولى على موضوع التنمية المستدامة وبالتالي على الاقتصاد اللي هو عصب التنمية كان لازم من قيام مثل هذه اللجنة لإعلان الحرب الحقيقية على الفساد نحن نتوقع أن هذه اللجنة انتهت صحيح لكن الحرب على الفساد أنا في نظري لن تنتهي على الإطلاق وأعتقد في البيانة التي صدر بهذا الخصوص البيانة الملكة التي صدر بهذا الخصوص يشير في النهاية بأن الدولة والحكومة عازمة على الاستمرار في محاربة الفساد ومطاردة الفاسدين حيثما ثوقت من صاح التعبير فأنا أعتقد أنه لا نحن الآن انتقلنا بصدق إلى مرحلة أخرى مرحلة أكثر نقاء لن تصبح نقية بالكامل لكنها أكثر نقاء من المراحل السابقة أصبح كل واحد له علاقة بالمال العام إذا كانت درجة الحصانة الأخلاقية عنده لك عليها شوي ليحسب حسابه أكثر من عشرين مرة لكي لا يجد مصير الذي وجده آخرون حينما تعرضوا لمثل هذه المشاكل شيخ بدر أنت إشرايك يعني هل أثرت أيضا هذه الحملة على تغيير النظرة نظرة تجاه المال العام يعني أنا أتذكر وكثيرين أتذكرون أنه كان فيه إلى حد ما حاله من يعني تعاطي مع المال العام بشيء من التبسيط لما كانوا يقولون ما عليش هذا حلال الدولة طبعا هو لما تكلم الأمير محمد حفظه الله عن موضوع كائنا من كان لما أعلن في قضية محاربة الفساد قبل هذه الإجراءات التي تمت يعني في اعتقال هذه المجموعة من الذين يعني وجهت لهم التهم كانت الناس تشكك في هذا الموضوع يعني بمعنى أنه لأنه دائما الناس تتساءل في قضية الفساد عن لماذا أحيانا يعاقب الصغير ويترك الكبير صحيح والشريف فجت هذه القضية لتقلب الصورة رأسنا على عاقب يعني أنه ليس هناك أحد مستثنى في قضية محاربة الفساد وهذه كانت أقوى رسالة حصلت في موضوع يعني هذه الحملة طبعا هذه الحملة أنا أعتقد أنه أولا هي رسالة لكل الفاسدين الكبار والصغار أنه إذا تم الأمر على مثل هذه المستويات فلا يمكن أن يستثنى ما دونها وهذا يجعل الإنسان يتردد يعني أنا وافق الدكتور فهد أنه القضاء على الفساد بوبرم هذا صعب في العالم كله في السعودية وفي الدنيا لأنه يضل أن الناس مختلفة القيام ومختلفة النزعات النفسية لكن أنت بحاجة إلى أن توجد هذا الحصار الشديد للفاسدين بحيث أنه يتردد ألف مرة قبل أن يتخذ أي إجراء يتم من خلاله الفساد وهذا هو الضروري الآن هذه الإجراءات تتم أولا بتفعيل قطاعات الرقابة العامة على المال العام وعلى المشروعات وهذه قضية ضرورية جدا لأنه فيها الآن تداد مشروعات كبيرة في تنمية ضخمة في تدفق مالي في زيادة مشروعات في دخول شركات وأشياء ضخمة جدا تحتاج إلى أن تضاعف كل القطاعات الرقابية هذه في السعودية حتى تستطيع أن تكون عند قدرة على متابعة العقود وتدفقات المالية وتنفيذ المشاريع وغير ذلك من المسار المتعلقة في قضية الفساد الجانب الثاني حقيقي هي التشريعات والتشريعات دائما لا تكفي يعني التشريعات كانت فيها عدة ثغرات الثغرة الأولى أن نضع التشريع ونضع معه استثناء فينفذ أهل الفساد من خلال هذه الاستثناءات وهذا لا بد أن تنظر بعين الاعتبار والجانب الثاني حقيقة أن التشريعات تكون خاضعة لأناس يرون أنفسهم خارجون عن إطار المراقبة والمتابعة ولذاك لا بد التشريعات تكون زي مين يعني يعني مثلا كثير من المسؤولين لأنه عنده علاقات ضخمة وكبيرة فيتصور أنه بعيد عن قضية المراقبة فهذا فيما مضى تقصد؟ هذا فيما مضى الآن جزء من قضية الإصلاح الجديد هو أن تكون هذه التشريعات لا تستثني أحدا في قضية المتابعة والملاحقة الأمر الثاني حقيقة هي زيادة الحملة التوعوية المصاحبة لقضية حملة الفساد لأنه حقيقة مهما كانت التشريعات والقوانين والأنظمة تحد في الجانب الإداري والإجرائي من قضية الفساد لكن يبقى أن هناك وازع ذات داخلي ضروري أن يكون مصاحب لهذه الإجراءات بمعنى أن الرقابة أحيانا نحن شفنا عبر كثيرة من مسؤولين وكذا كانت أمامه فرص لا تعد ولا تحصى من قضية الفساد لكنه خرج نقيا ونظيفا لأنه عنده قيم داخلية عنده وازع ديني عنده خوف من الله عنده رقابة ذاتية داخلية هذه القضية إذا لم تكن ثقافة عامة تعمم على كثير من قطاعات المجتمع من الموظفين الصغار والكبار من المراقبين في البلديات والشؤون الخدمية وغيرها هذه حقيقة كذلك تحد وأنا أؤكد على ضرورة تعزيز حتى الخطاب الديني الخطاب الدعوي في سلوك مثلك قيم العمل والنزاهة ومحاربة الفساد من خلال الخطب من خلال الدعوة من خلال الكلمات في المساجد من خلال التوعية في الإعلام وغير ذلك لأن هذا منح ضروري أن يواكب هذه الحملة التي قادها قادم الحرم الشريفين وولي العهد لأن هذه تعبر في نهاية المطاف حقيقة عن صورة المملكة العربية السعودية يعني نحن لا يكفي أن نقول أن دستورنا كتاب الله وسنة رسوله وأن نمثل قبلة المسلمين ثم بعد ذلك إلى الآن مؤشراتنا في مكافعة الفساد أو في الفساد متدني ولا بد أن نكون نحن متوافقين شعارنا ودثارنا وسلوكنا مع هذه القيم العظيمة التي نفخر فيها ونعتز فيها وهذا رسالة اجتماعية عامة لا بد أن تصل لكل الناس دكتور ماجد نحن بالنسبة لنا يعني كان مفاجئا لنا نحن السعوديون أن يتم محاكمة بعض أصحاب السمو الملك الأمراء وأصحاب المعالي يعني كنا نعتقد صراحة يعني أنهم لهم حصانة خاصة هذا هو أقوى معايير هذه الحملة يعني التي كانت مفاجئة بشكل يعني سعيد للمواطنين في حين أن بعض الإعلام المعادي وظف ذلك في غير صالح المملكة يعني استخدام يعني باين لمجرد العداء يعني حتى أنه يعني بعضهم محاولة يعني محاولة الإيقاع بين أفراد العائلة المالكة لكن بالمقابل أيضا واضح أن هناك استجابة إيجابية أو غيرة في العالم العربي لهذا التوجه أنت كيف شايف الوضع شوف الحصانة موجودة وطبيعي في العالم توجد حصانة لمستويات مؤينة ولكن ترفع الحصانة عند الضرورة عندما يخالف الإنسان أي أن كان أدبيات الحصانة أنا نستخدمها كمصطلح إنما كنا نعتقد شعبيا أن الأمير والوزير وهذا دارت في ثقافاته في ثقافات العربية عموما على كل حال شوف هو ما تم من عمل هو متطلب شرعي وحضاري وتنموي شرعي نبي صلى الله عليه وسلم أسس في البداية يعني قال هلأ قعد أحد يكون في بيته فينظروا أيه دائي ليه هذا أمر منتهي ولو أن فاطمة بنت محمد هذا جانب الثاني الحضاري أنت الآن مقبل مع العالم في مشاريع تنموية واستثمارية ضخمة جدا إذا العالم ما شف عندك شفافية في الممارسات كالاقتصادية لن حقيقة يندفع بمئات المليارات ليستثمر عندك في البنة التحتية وفي المشاريع وفي المدن الصناعية الجانب الثالث تنموي إذا ما كان عندك صرامة في محاربة الفساد تعطلت مصالح التنمي ومشاريع التنمي عندك في بلدك صحيح مع المؤشرات طبعا البيان أوضح أن اللجنة أنها تعمل ورفع التقرير نفي تصوري أن المسار لا زال مستمر لأن الأذرع التي قامت عليه اللجنة العليا ديوان مراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة العامة لمحاربة الفساد هذه لا زالت تقوم بوظائفها وستستمر تقوم بوظائفها يمكن لفت انتباهي شيء أنه لم يكن من ضمن الأعداد التي يعني اتهموا وتعومل معهم لم يكن معهم الناس غير سعوديين وهذا لفت انتباهي بصراحة لأن الفترة الماضية دخلت شركات ضخمة حقيقة غير سعودية ومارست العمل في المملكة وبعض مشاكل جدة التي حدثت في جدة من الغرق هو بعض الشركات التي نفذت لم تنفذ مشاريعها بالطريقة التي أخذت فيها العقود يقول لهم الآن خارج المملكة أو يصح أن يطلبوا أنا بغض النظر أنا أقول هذه دائرة فيها لذلك أنا أقول أتمنى في الهيئة العامة للاستثمار أن يضاف من ضمن الوثائق التي تضاف لتأهيل الشركات والتسجيل الشركات الأجنبية في المملكة أن يكون هناك وثيقة يوقع عليها في قضية العقوبات لتلحقك مقابل أي رشوة تقدمها أو أي ممارسة فساد وفق معايير فساد التي تنص حقيقة عليها فكرة جيدة تنص عليها المملكة لأنه كثير من الأسف الممارسات الخاطئة التي حدثت عندنا وللأسف خلفيات الشركات العربية ونحن نعرف الشيء هذا حقيقة وبعضهم للأسف يقول لنا جاي فترة ومرتحل خلني أخذ قد ما أستطيع من هذا البلد وحقيقة أما عملية مناكفة نحن نناكف في كل شيء نكفنا في الحرمين وخدمتنا في الحرمين لم يخدمها أحد يجب أن لا نسمع لمناكفات الآخرين يجب أن نراجع عملنا هل عملنا في المسار الصحيح؟ الحقيقة يجب أن لا نسقي آذاننا للمناكفات التي تتم ممتاز أستاذ محمد المملكة طبعا حققت المرتبة الحادي عشر من مجموعة العشرين في مؤشر مدركات الفساد كيف شايف هذا المركز معقول منطقي ولا يجب أن نصل إلى مركز أفضل أيضا نشتع لك نفس الشيء الأسبوع الماضي الضار الأسبوع الماضي أو اللي قبله تم كف يد 128 موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية هل هذا هذا يؤكد الاستمرارية في حاربة الفساد؟ طبعا هو يؤكد أكيد الاستمرارية 126 شخص في مختلف الأمانات والبلديات تم كف يدهم ولكن انتهاء أعمال اللجنة بس أحب أضيف نقطة هذا يعني أنها كانت لظروف تحتاج أن هذه اللجنة تبدأ ولكن الآن انتقل إلى عمل مؤسسي بما أن مكافحة الفساد ستستمر ولكن ارتقت الآن المؤسسات إلى المستوى الذي يجعلها تقوم بنفس الأدوار التي قامت فيها بها اللجنة ولكن بشكل مستدام بالتأكيد ترتيب المملكة بأن تكون من الدول الأولى أو تتحسن مراكزها في عملية مكافحة الفساد هذا أمر طبيعي بل أنه الغير طبيعي أن نكون في مرتبة متأخرة كما كان في سنوات ماضية كنا تقريبا بمراتب متوسطة بين الدول وهذا كان أمر سلبي حقيقة أن نكون في مثل هذه المرتبة ويفترض أننا طبعا في مجتمع يعني يمتاز بحرصه على القيام والمبادئ الدينية التي كلها طبعا تحارب الفساد لكن قصر الأنظمة أو ضعف تطبيقها أو عدم قيام بعض الجهات بدورها فيما مضى أدى إلى مثل هذا الأمر إضافة أيضا إلى أنه كان هناك زخم كبير في التنمية وإطلاق المشاريع ولم تكن الأنظمة والإدارات يعني كانت بمستوى يواكب هذا النمو وهذا الحجم الكبير على الطلب لذلك كانت موجودة هذه الثغرات التي مر من خلالها الفساد والفساد يمر من خلال ثغرات يعني بنهاية المطاف لذلك أنا أعتقد أنه الآن نحن ندخل مرحلة العمل المؤسس في محاربة الفساد ونحتاج إلى ذلك لأن هذا يعطي ثقة أكبر في التعامل مع المملكة من ناحية الشركات وقطاع الأعمال خصوصا الاستثمار الأجنبي وهي رسائل أيضا في الوقت الذي نفتح فيه السوق للاستثمار 100% للرخص الاستثمارية 100% وأيضا إلى الاستثمار في السوق المالية وما سيتطور فيه السوق قريبا من دخول في المؤشرات العالمية فكان هناك لابد من أن يكون هناك نقطة انطلاقة في معالجة هذا الجانب الذي كان يضع المملكة في مرتبة متأخرة بين دول العالم وأيضا يسيء إلى سمعة المملكة في جذب الاستثمار أحتاز فاصل ثم نعود إليكم أهلا وسهلا بكم وأهلا بالضيوف الكرام الدكتور فهد العرابي الحارثي الدكتور ماجد تركي السيد محمد العنقري والشيخ بدر العامر إلى موضوعنا التالي شهد الأسبوع الماضي توقيع أكثر من سبعة وثلاثين اتفاقية بقيمة حوالي مئتي بليون ريال تستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة اللوجستية عالمية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والذي يعد أحد أهم وأضخم برامج رؤية المملكة عشرين ثلاثين ويهدف البرنامج إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال أربعة قطاعات الرئيسة هي الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية لتكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية دكتور ماجد أنت كمواطن سعودي كنت يمكن أكيد مثل أي مواطن سعودي تتطلع سابقا إلى أن يكون السعودي أن تتواجد الصناعات الثقيلة والنوعية والاعتماد على مثل الصناعات المحلية الآن بعد هذا البرنامج الطموح كيف شايف؟ هل نحن بالفعل قادرين على أن نستمر في هذا التوجه؟ شوف أنا أعتبر الاتفاقيات والمشاريع اللي وقعت هي أحدى المراحل الرئيسية للتطبيق الرؤية الرؤية نصت على الموضوع المحتوى والتأكيد على موضوع المحتوى وعلى أن أي عقود التجارية مستقبليه يجب أن يكون جزء منها توطين المعرفة وتوطين الصناعة في الملوكة العربية السعودية وهذا كان يحتاج إلى تحضير بالذات إشكالية الخدمات اللوجستية وهذه إشكالية كبيرة جدا الخدمات اللوجستية خدمت كثيرا في الاتفاقيات الأخيرة التي وقعت لذلك نرى شهية الدول طبعا لا يجب أن ننسى منتدى الرياض سمهم منتدى دافس الصحراء وكذا كان حقيقة هو البوابة الرئيسية الضخمة جدا وبالذات لجانب الصيني والجانب الروسي كان حضورهم فيها قبل جدا يعني أنت في الجانب الروسي يمكن أن تفتي يعني قلس إنهم دخلوا في تلك المرحلة بقوة فالاتفاقيات اللي وقعت في الأخير بعضها محلي محلي فيما يتصل بجاهزية المملكة لاستقبال الاستثمارات حقيقة الأجنبية الجانب الثاني أنها أصبحت محاكات للتحالفات الاقتصادية الدولية يعني نعرف إن فيه تحالف اقتصادي آسي وفي الشرق الأقصى من آسيا في الصين وروسيا ضمن ضمن منظمة شانقهاي وانضموا معهم مجموعة بريكس الست فأصبح تحالف اقتصادي ضخم جدا يريد أن يقود العالم في العقود القادمة في حين بدأ نوعا ما التحالفات الاقتصادية نوعا ما الغربية بدأت تضعف وبدأت تأخذ منحنة اللي يسمى عسكرة الاقتصاد فأصبحت المملكة الآن فتحت إيش عسكرة الاقتصاد يعني فلسفة طرحوها كثير من الاقتصادين الروس والصينيين مشتركة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحمي مصالحها الاستراتيجية الاقتصادية من خلال وجود قواعدها العسكرية فهي تؤكد على وجود قواعد في شرق أوروبا وفي جزر الفلبين وفي مناطق معينة حتى العودة للشرق الأوسط من أجل حماية المصالح لأن لم أصبح عندها ضعف في الإمكانات الاقتصادية الذاتية أنها تجاري العالم فأصبحت يجب أن تكون هناك قوة حاضنة أو داعمة أو راعية للمستقبل الاقتصادي لهم على كل حال المؤشرات الأولية الآن تفيد بأن هناك حقيقة يعني توجهات مثلا على المسار الروسي في توجهات قوية جدا الصندوق الاستثمار المباشر الروسي جاء عدة مرات حقيقة والتقامع رجال أعمال جاءوا في منتدى دافس في الرياض جاءوا في عدة مسارات وضعا موقعوا عقود آخر حقيقة وهو مهم جدا للمملكة اللي هو في مجال المطاط نحن وللأسف يعني عندنا إمكانات بترو كاميكالز وإمكانات مفتية عالية نستطيع أن نصنع المطاط الصناعي الخام لذلك كثير من الناس يعني يجهل أن مثلا على سبيل مثلا الدبابات كقوة عسكرية أن أكثر من 60% من قطعة غيارها ربر مطاط فأنت حينما توطن هذه الصناعة ونعرف أن سابق قطعة مرحلة كبيرة في هذا الباب فنحن لما تتحالف الشركات مع المملكة في صناعة المطاط وإصبح لنا مركز رئيسي في الشرق الأوسط صناعة المطاط ثم تحويلها إلى منتج إلى قطع صغيرة ومتعددة أتصور هذا سيكون من الحركة الاقتصادية الضخمة جدا للمملكة ممتاز أول شيء هذا صحيح يعني تتفق مع ماجد في ما يخص حماية أمريكا لضعف صناعتها عسكريا هذا أولا أتكلم عن ضعف الاقتصاد أو ضعف الاقتصاد عندها أنه هي في انحدار ولكن وجود القواعد يحمي هذا الجانب هذا نقطة النقطة الأخرى المشاريع المطروحة الآن على طاولة المستثمرين الدوليين كيف شايف مدى الجاذبية بالنسبة لهم بداية أمريكا اليوم كل ما تخوضه في العالم هو للحفاظ على تفوقها الاقتصادي الدولي لأن عندما نقيس معدلات النمو ما بينها وبين القوى الصاعدة التي أصبحت تقلق أمريكا وتنافسها مستويات النمو مثلا لدى الصين لدى الهند عالية جدا وفي بحر عشرين عام ستفوق حجم اقتصادياتها اقتصاد أمريكا وهذا على أبعد تقدير هناك بعض التقارير تتكلم عن عام 2030 أو حتى ما قبله بقليل أن الصين ستتجاوز أمريكا هذا بالتأكيد يشير إلى أن فعلا أمريكا اليوم أصبحت في سباق مع الزمن حتى تستطيع أن تحافظ على هذا التفوق وأن تستخدم فائض القوى لديها والعسكرة كما ذكرها الدكتور والتواجد الدولي سواء في اتفاقيات المحيط الهادي ووجود قواعد لها في أستراليا حتى تحاصر بحر الصين من خلال الاتفاقيات هناك أو حتى اليوم محاولاتها الكبيرة في اختراق منطقة أوراسيا بخلاف ما تقوم به في الشرق الأوسط هذه كلها بالأساس عندما تنظر لها لها بعد اقتصادي هو المستهدف فيه بنهاية المطاف هو المنافسين وعلى رأسهم الصين طيب نعم أما بالنسبة لل الجاذبية الجاذبية اليوم المملكة لديها موقع جغرافي مهم جدا لديها مخزون طاقة هائل عن النفط والغاز ولديها إمكانيات كبيرة متوفرة كبنية تحتية لخدمة الصناعة مدن صناعية ومدن اقتصادية وموانئ على الظفتين ولديها صناعات وسيطة التي هي البتروكيمويات التي تقريبا تنتج ما بين 8 إلى 10% من الانتاج العالمي لذلك المقومات كلها موجودة إضافة طبعا إلى التعدين الذي أيضا أصبح من أهم الركائز في الاقتصاد السعودي فتعتبر المملكة الآن مهيئة لجذب هذه الاستثمارات ولكن بالتأكيد لو دققنا في الاتفاقيات هي حاولت أن تغطي القصور الموجود في بعض الجوانب التي كما يقال بالعامية تفرم للمستثمر مثلا الكوادر البشرية المؤهلة كان هناك إحدى الاتفاقيات مع التعليم الفني والتدريب المهني نحن لدينا قصور كبير في هذا الجانب ونسبة المقبولين أو الذين يدرسون في كليات التعليم الفني والتقني حوالي تقريبا 8 إلى 10 بالمئة من مجموعة طلاب ما فوق الثنوي وهي نسبة ضعيفة لو ذهبت إلى الأو إي سي دي أو إلى كثير من الدول تجد أن متوسط النسبة لا تقل عن 35 بالمئة من الطلاب الدارسين هم في هذه الكليات بل أن بعض الدول تفوق الخمسين كيف عزز هذه النسبة لا بد لا بد مع ملاحظة وجود العيب أو الترفع عن بعض الحرف لا بد فعلا أن تدعم هذه المؤسسة وأن يكون مسار قبول الطلاب في الجامعات من ضمنه القبول في الكليات التقنية والمهنية تكون إحدى المسارات التي يقبل فيها هؤلاء الطلاب وليس في الاختيار يعني المسارة ليست اختيارية هناك معدلات معينة يجب أن يذهبوا إلى هذا المسار أيضا هناك في التعليم العام يجب أن تهيأ المدارس وأن يكون حتى هناك ثانويات فنية بحيث يذهب الطالب إليها مثلا من أول ثانوي حتى نبدأ بإعداد جيل مهني وتقني ويواكب أيضا العصر يعني لا نذهب إلى التخصصات التي أصبحت قديمة وغير مجدية اليوم هناك تخصصات يتطلبها الاقتصاد السعودي سواء في الاستراتيجية الصناعية أو في مثلا المدن الذكية مثل نيوم لو أخذنا الصناعة تحديدا هناك حديث عن مليون وستمائة الفرصة عمل خلال 12 عام يعني نتكلم عن مية وثلاثة وثلاثين الف فرصة عمل سنويا صحيح أن بعض هذه الفرص قد تكون في قطاع التشيد والبناء لبناء هذه المصانع أو المشاريع أو البنى التحتية أو المطارات أو السكك الحديدية ولكن الأعمال التي تحتاجها بشكل دائم هذه المصانع بالتأكيد ستستحوذ على يقل عن ثلاثين بالمئة من حجم هذه الفرص أي أنها مستدامة ولذلك لابد أن يكون لدينا تركيز كبير على مسألة الكوادر البشري لأن أهم العكاس في هذا الناتج وهو جزء من المحتوى المحلي الذي نبحث عن رفعه نحن نستورد بحوالي خمسمائة مليار ريال سنويا وهذه كلها فرص استثمارية وباعتبار أن المملكة لديها مقومات الصناعة وأقرب للهوية الصناعية فأعتقد أن المشروع يعني يستطيع أن يجذب فعلا كل هذا الهائل من الاستثمارات دكتور فهد أنت كمفكر ومثقف تنويري يعني كيف تقرأ مشهد تحول لاحقا يعني المواطن السعودي إلى يعني عامل في المصانع هل سيغير من القيام من التقاليد من العادات لا أنا أعتقد الصناعات الحديثة اليوم التي معتمدة بدرجة كبيرة على التقنيات الجديدة يعني أزاحت الفكرة القديمة هذه المتعلقة بالصناعة والحرف والعيب وعدم العيب يعني أعتقد أن لم تعد مطروحة إطلاقا في سوق العمل السعودية ولا حتى في غير السعودية الحقيقة الأخوان يعني قدموا عروض جدا ممتازة وغنية بالمعلومات وبكل لكن هو التأكيد على أمر مهم وهو هذه الخطوات المتسارعة جدا والمفيدة جدا في الاتجاه نحو العام 2030 بكل تجليات الرؤية التي قرأناها وكل الناس قرأها وشافوها ثم الوعي الحقيقي بالإمكانات والقدرات التي تتمتع فيها المملكة العربية السعودية والتي مع الأسف لا يعني كنا نعرفها ومتوقفين عن تفعيلها لا يعني لم نعرفها وهذه مشكلة كبيرة يعني وسادة البترول أو النفط الغليظة هذه التي كنا حطين روسا عليها ونايمين طول السنين الآن ندفع ثمنها في أشياء كثيرة جدا من ضمنها التعليم والتدريب الذي أشار له الأخ محمد لأنه كان الاهتمام فيه اهتمام عادي جدا ويمكن أحيانا يلجأ إليه الطلاب الضعيفين في التحصيل العلمي حل من الحلول لدى الأسرة السعودية أنه بدل ما يقعد في البيت وما يتعلم يروح للتعليم الفني والتدريب المهني اليوم أصبح هذا الموضوع مطلب كبير جدا يعني اليوم في ما يسمى بالمهن الجديدة على مستوى العالم والوظائف الجديدة أصبحت الوظائف الجديدة والمهن الجديدة مهن مهارات ومهن خبرات أكثر من مهن شهادات يعني اليوم كثير من التصورات للتعليم العالي في المستقبل ستضعف موضوع الحصول على دكتوراه ولا على ماجستير لأنه أنت من شان تقضي خمسة وست سنوات من أجل الحصول على هذا المؤهل العلمي الكبير أنت في النتيجة النهاية الوظيفة التي تجارس تشتغل عليها من أجل تحصل عليها بالشهادة هذه تكون اختفت من الكون ما عنده موجودة أساسا وبالتالي التركيز اليوم أو في مستقبل التعليم هو على الشهادات الصغيرة الشهادات الصغرى اللي هي الخبرات الصغرى أو المهارات الصغرى هذا طبعا يدفع بالتوجه المتوجه للمملكة اليوم إلى هذا العالم الجديد من الصناعات أنه هيكلة التعليم تتغير بالكامل ويصبح الشباب السعودي لديه قناعة كاملة بأن المخرج للبلد وللشباب هو أن يحصل على كمية جيدة من المهارات لا يصير همه الكبير الحصول على باكالوريوس أو لماجستير هذا الآن أصبحت موضوع لا أعتقدني هناك من يتنبأ أيضا باختفاء التعليم العالي بالكلية أنه ما يكون هناك جامعات خالص في المستقبل الغريب وبالتالي لعدم الحاجة لعدم الحاجة لأنه ما عندها لزؤوم وبالتالي يمكن ننتقل إلى مفهوم آخر أو ممارسات أخرى للتعليم العالي وهي أنه التعليم في مناطق العمل نفسها يعني أنت في حاجة إلى مهندسين المهندسين هذا اللي ما تسك عليهم في فصل لمدة خمسة سنين ولا ست سنين منشان يطلعون بعدين مهندسين لا أنت تحط فيه المكان اللي بيشتغل فيه ويتعلم ويتدرب في التخصص الدقيق اللي يؤتي من أجله هكذا ينبغي أن يكون الحقيقة يعني أنا يعني لفت نظري يعني تصريح الوزير التعليم الدكتور أحمد الشيخ لما قال أنه فيه ترى سنتين في التعليم العام أصبح ما لها لزوم يجب أن تلغى يضيع فيها سنتين من عمره لا لزوم لها المتدائي يكون أربع سنوات والمتوسط والثانوي أربع سنوات وبعدين ينتقل إلى عوالم أخرى ومناخات أخرى أرجع مرة ثانية الموضوع الذي أشارون الأخوان الدكتور ماجد والأخ محمد الذي هو اكتشاف أيضا مو بس اكتشاف أنه التعليم حقنا ينبغي أن يتغير ويتبدل أنه أيضا اكتشاف المناطات الحقيقية للثروات الهائلة التي تتمكن منها المملكة العربية السعودية الطاقة طاقة لم تعد نفط فقط الطاقة نفط ورياح ومياه وصحراء وشمس يعني الطاقة الشمسية وهذه كلها من فضل الله موجودة لدينا بصفة هائلة أنا أعتقد كانت ومطروحة للاستثمار مطروحة للاستثمار بل أنه يؤكد بعض التصريحات والمعلومات أنه الرمال الموجودة في شمال المملكة هي الأفضل لإنتاج الطاقة الشمسية التي تستخدم أنا لا أعرف من ناحية الفنية كيف تستخدم وأن هذا يمكن المملكة من ثروة هائلة طبعا عندما يقول ثروة هائلة هي فرص عمل هي صناعات جديدة هي نفس الشيء لما تنتقل للموقع المملكة الجغرافي والتركيز على الجانب النوجستي في الموضوع كل هذا يعزز إيش يعزز ما يسمى بالمحتوى المحلي بدل ما نستورد من الخارج بخمسمائة مليار مثل ما أشار الدكتور محمد لا هذه هنوفر منها يعني مبالغ كبيرة جدا بحلول العام 2030 يمكن نوفر خمسين في المئة تستخدم في الداخل وأنا شفت مرة في أحدى تصريحات سمونا أمير محمد بن سلمان ويتحدث مثلا مثلا عن الصناعات العسكرية أنه يوم من الأيام ستوفر أولا المملكة هي أكبر في مقدمة الدول في العالم في استيراد السلاح لكن إذا عزز المحتوى المحلي في جانب الصناعات العسكرية هذا سيوفر ما لا يقل عن 21-22 مليار في العام 2030 وبشكل مستمر عدى الوظائف اللي حيث أنت مقبل على فتوحات جديدة في الجانب الحضاري اللي شارل للدكتور والجانب التنموي أيضا اللي احنا كلنا نتطلع إليه السعودية الجديدة بدأت اليوم وأنا أعتقد أنه في 2030 ستتغير ملع محب الكامل ممتاز أقول لك أنا بأسألك كيف تقيم ما يحدث عندنا من تجاوز إدمان البترول الذي وصف به الأمير محمد بن سلمان حالة الاقتصاد السعودي طبعا يقول يعني أحيانا المصائب أو الأحتاثة التي تعرض للأفراد أو للأمم يكون فيها خير يعني هي يمكن أحيانا نشرم في طاهرها لكن في باطنها خير من ضمنها أنه نزول البترول والصراع العالمي في مسائل الطاقة هو الذي أحيانا يعني ينبه الناس إلى خطورة المستقبل وكذلك ينبههم إلى الميزات التي المدفونة في بلادهم وهذا أظن هو الذي يعني جعل المملكة تصنع فكرة الرؤية لأنها كانت يعني مدركة أنه البترول كمصدر للطاقة العالمي يعني مهدد من مستويين المستوى الأول هو النضوب والانتهاء لأن البترول ليس سلعة المتجددة والشيء الثاني هي البدائل فأنت مام تحدي خطير على كل المسارين أنت مهدد سواء إذا نضب ونت تعتمد عليه في ميزانية الاحتمال الكامل هذه مشكلة كبيرة أو أنه إذا وجدت بدائل تجعل الناس تنصرف مباشرة عن هذا المصدر للدخل وهذه كذلك مشكلة وهذا المسارين هو الذي يجعل هناك تفكير في تعزيز الدخل الوطني للمملكة العربية السعودية والنظر إلى البدائل عن البترول أو تطوير صناعات النفطية والبترول كاموية بحيث أنه خلال إلى عشرين ثلاثين تكون المملكة العربية السعودية قد خطط خلقات جيدة في بدائل الطاقة في صناعة السفن في التعدين واستخراج الثروات في النظر إلى بدائل الطاقة كيف تستطيع من الآن أنك تبدأ في مواكبة التطورات العالمية في كل ما يتعلق بدائل الطاقة وهذا جزء يعني أدى إلى فكرة تطوير يعني مثلا شركة رامكو سواء باستحواذها على سابق خطة أو طرح جزء منها السوق بحيث تستثمر هذه الأموال في فتح مجالات كبيرة جدا خلال الثلاثين والعشرين سنة القادمة في تطوير الصناعات وغير ذلك هذا الأمر حقيقة يعني مهم جدا أن يكون الذي يسعى إليه ليس فقط القيادات الكبرى أو أهل الرأي والعلم لا إقحام المجتمع كله في هذه القضية لأننا الآن لما نشوف مثل هذه الافتتاحات وإعلان الاتفاقيات ومشروعات يعطينا ثقة ويعطينا الارتياح بأن القضية ليس قضية نظرية أخطر شيء في الاستراتيجيات وفي التخطيط أن تكون على الورق ثم الناس لا تنظر إلى آثارها على أرض الواقع وهذا هو كانت تحدي الحقيقي لما تأتي مثل هذه القضية مثل دفوس الصحراء وتوقيع مثل 130 مليار ثم توقيع 200 مليار في مشاريع الطاقة ويكون المستهدف مثلا تريليون 700 مليار فتحس أنك بدأت تخطو خطوات إلى الأمام وهذا يجعل أن الأمور ليست فقط هي أمور إعلامية أو أمور دعائية أو أمور نهنة للعواطف الناس وتخدير لمشاعرهم وإنما القضية هي حقيقية يعني سائرة إلى الأمام لا بد أن ينظر الناس الآن إلى مواقعهم في مثل هذه الاستراتيجيات كيف نستطيع أن نسهم كإسهاما تاما في تحقيق هذا الهدف المشترك لذي سنعكس فائدته وقيمته على كل فرد من أفراد المجتمع ولذلك جزء من نجاح استراتيجية حقيقة هي نقلها إلى الوعي الاجتماعي العام والقناعة فيها ومعرفة الهدف البعيد الذي نسعى إلى تحقيقه حتى يشترك الناس بحماس إلى تحقيق مثل هذه الهداف الكبرى تسمح لي لاحظتك في التنقل بين الزميلين كنت تبحث في قضية التخصصات المهنية أعيب أرجع شوية تحدي سوفيتي وتجربة رديئة في أذهاننا تفضل ولكن تحدي سوفيتي كان مهتم بالأعمال المهنية إلى درجة أصبح عندهم نكت الواحد الذي عنده ولد ماجستير والباكالوريس يبحث عن واسطة أنه شغل ولده في المصانع لأن الامتيازات العمال المصانع أعلى من الامتيازات المهندسين في المكاتب والمشرفين ومدرعهم أعلى امتيازاتهم من السكان من المعالجة من الرواتب فأصبح فعلا فيه نكت لهذا الأمر إلى الجانب الثاني يتحدث عن زمين الدكتور فاد على قضية تخفيض مرحلة التعليم إلى فترة قريبة جدا وروسيا سنتين أقل منها مرحلة التعليم وأنا أشوف زملائي نحن تخرجين باكالوريس وماخذين دكتوراه في العلوم الإنسانية حقيقة لقصر مراحل التعليم لأننا نحن وصلت إلى مراحل تقنية في التعليم تتوفر حقيقة عليك الزمن الطويل اللي نحن نتعلم في السنوات الأولية إلى آخرها ويمكن محور التعليم القادم يبدو لي سيكون أحد مجالاته الأهم شيء هو اللي قلت اللي هو منح امتيازات للدراسات المهنية للوظائف وللوظائف علشان موجودة الامتيازات موجودة في سوق العمل يعني أنت أنا أقدر أأكد لكن في بعض السباكين لا مؤاخذة بدون تقليل من مهنة السباك أو بعض الكهربائيين خلينا نقول دخل الشهري أكثر من دخل أستاذ في الجامعة اليوم صحيح يعني مش بس باختصار عشان عندي مواضيع أخرى نعم الهدف يعني عندما نتكلم عن ونسمع تصريح المسؤولين بتقليل الأتماد على النفط هو ليس إلغاء لدور النفط إنما تقليل تأثير النفط في تنمية الاقتصاد إنما النفط سيبقى هو المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي وكل ما يطرح من طاقات وغيرها هي مجرد لمساندة إطالة عمر النفط بشكل أساس لأنه لا يوجد أصلا شيء غير النفط ينتجه لك النفط والمملكة ستزيد من استثمارها في قطاع البتروكيمويات وستحيل حوالي ثلاثة ملايين برميل حسب الخطة وحتى لا تتكلم عن سموه للعهد إلى أن تكون صناعات بتروكيمويات لذلك جزء من الاتفاقيات التي أعلن عنها هو ما بين أرامكو وسابك للاستثمار في مصنع يحول النفط إلى بتروكيمويات مباشرة بدون المرور في المرحلة الوسيطة النافطة وغيرها فاصلت من أود إليكم أهلا وسهلا بكم وإلى موضوع تعليم التعليم في خبر جديد تناقلته بعض الصحف المحلية وأثار استغراب بعض الطلاب وخصوصا المبتعثين حيث كشف الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور محمد العيسى إلغاء نحو خمسين تأشيرة دراسية خلال العام الماضي وبالنظر إلى ما بين الأمس واليوم فقد كان التعليم يجبر الطالب على الاعتماد على نفسه في الدراسة والبحث عن المعلومة خلال العام الدراسي فكان لذلك دور فاعل في تكوين شخصية الطالب وتوسيع مداركه وتنمية قدراته اليوم ومع انتشار دكاكين خدمات الطالب بالقرب من المدارس والجامعات أصبح الطالب في راحة من أمره فهذه الدكاكين تقوم بحل واجباته وتلخيص مقراراته وبيع ملخصات الأساتذة وتجميع أسئلة الأعوام السابقة وإجاباتها وكتابة البحوث وبعض هذه الدكاكين تقوم بتلخيص الكتب بأوراق معدودة وكبسلتها وبيعها كمنتج علمي فعال فقط في وقت الامتحان ما يؤدي إلى ترد المستوى التعليمي والثقافي للطالب عادة جرت المسألة على أن يمجد الواحد ماضيه لكن في هذه الجزئية بالذات أنا أعتقد أن تعليمنا جيلنا أقوى من الجيل الحالي ربما للوفر المادي ربما للرخاء ربما للإسترخاء اللي أصاب الطلاب ربما أيضا للمعونات التي تقدمها دكاكين تعلم فيها التعليم وهذا ظاهر على مستوى طلابنا أولادنا وبناتنا من خلال اللي منتشر في شوارع ومدن المملكة اللي يسمونها خدمات الطالب يسول لك كل شيء نسق والطالب يخرج بلا نتيجة إيش تعليقك يا شيخ بدر قلنا نتوقع أن هذه جزء من الفساد الكبير اللي ينعكس حقيقة على مستقبل البلد وعلى التنمية عموما يعني الطالب المملكة العربية السعودية تدفع مئات الآلاف عليه في الترم وترسله والمجتمع كله يترقب أن يعود وقد حمل موحل جيد تقصد اللي يبتعثون اللي يبتعثون ثم بعد ذلك يروح ويتمشى في الغرب وفي النهاية كل الإنسان يحط له ملخصات واللي يكتب له بحث وغير ذلك ثم يجي معه شهادة هذا سيكون عبع على مجتمع بلا شك يعني ما يمكن أنه سيسهم في تخصص دقيق أخذه بالغش ومثل هذه الدكاكين سميتها تعليم التعليم وهذا كذلك ليس فقط في الخارج حتى في الداخل حقيقة يعني اعتماد الناس على الملخصات يعني المادة اللي فيها مائتين صفحة تجدها في 13 صفحة هو يعطيها مدرس للطلاب ويقول هذا سيأتيكم فيها الاختبار ويكون هم أيضا يأظن عليهم الأسئلة نعم يعني كيف سيكون مخرجات التعليم في هذه القضية هذه لا بد أن يكون هناك حملة قوية لمراقبة طلابنا في الخارج حقيقة لأنه في النهاية ظلم يعني للشاب المجتهد في الخارج والداخل وفي الداخل نحتاج يعني حتى مراقبة في الخارج هي أحيان مسؤوليات الدول نفسها مسؤولية الجامعات التي يعني في الخارج لكن حتى في الداخل هي مسؤولية وزارة التعليم مسؤولية الفساد هيئة الفساد ونزاه وغير ذلك وهو الرقابة لأنه أول شيء أن تخرج لنا شباب يبغون وظائف ويزحمون المستحق فيها وهم غير مؤهلي في النهاية سينعكس هذا على ما ذكره السادسة قبل ذلك في قضية الرؤية والتنمية والتعليم وغير ذلك فأنا أتوقع أن هذا يعني جزء خطير جدا أن يكون الطالب همه فقط أنه ينجح ويحضر شهادة ثم يرجع يبحث عن وظيفة داخل المنبكة العربية السعودية دكتور إيش تعليقك أنت وأنت من جيل الذين تعلموا جثوا على الركاب لا شوف خلينا خلينا نوضح الموضوع أكثر في الداخل وفي الخارج يعني أنا أتفهم وأنا كنت مبتعث مثل أي مبتعث آخر أتفهم أنه بعض طلابنا اللي في الخارج في الدراسات العليا على سبيل المثال أنه بعد ما يكتب رسالته يستعين بأحد من أهل اللغة الأصليين يصحح الرسالة يساعد هذا شيء طبيعي وأي مبتعث مر بهذا ولكن هذه ما فيه شيء الناحية العلمية الناحية المعرفية ناحية اكتساب المنهج هي متوفرة لديه إذا فيه مساعدات هي مساعدات أخرى وهذه مشروعة أعتقد حتى في الداخل في الداخل وفي الخارج لكن أنه يتولى الطرف الآخر والوسيط الصحة التعبير إنتاج كل المادة العلمية وتقديمها بالطريقة اللي عرضت في التقرير لا طبعا هذه أخلاقيا مرفوضة وتعليميا مثل ما أشار الشيخ بدر هذه كارثة يعني هذه تودي في داية لكن أنا متفائل أنه هذا الموضوع سينحل جذريا مش لابت جرعات أخلاقية للطلاب ولا لأصحاب الدكاكين تقفلها ولا مفهوم التعليم كله في طريقه إلى التغيير الكامل ما عد هناك اليوم تصور أن التعليم سيستمر تلقين معلومات ومحاضرات وكتب ويحفظها ويجي حطها في ورقة الامتحان لا أصبح التعليم اليوم مختلف يمكن حتى الامتحان نفسه ما يصير في امتحان أنت في خلال الفصل الدراسي أو خلال العام كله أنت بتطبق كل المعلومات التي انتجها لإستقرار تطبيقها حتى في المواد التي لها علاقة بمجالات الإنسانية يعني مثلا واحد يتعلم صحافة قسم الإعلام مثلا هذا ما حيعطي نظريات الإعلام وكتاب ولازم يروح يحفظها ويجي يكتبها ويقال يبارس في الجريدة هذا من أول يوم حيعطيك كيف يستطيع أن يكتب تقريرا صحفيا كيف يستطيع أن يكتب خبرا صحفيا كيف يستطيع أن يكتب سيناريو لبرنامج مثلا تلفزيوني كيف يستطيع مثلا إذا هو في التصوير كيف يستطيع أن يصور إلى آخر هذا كله سينتقل إلى أنه نظرا يمكن لتغير إيقاع العالم لتطور التقنيات الموجودة اليوم في العالم ثم للحد من هذا الفساد الصح التعبير الذي ينتشر في كثير من الجامعات وكثير من المعاهد أن الطريقة نفسها حينما تنتقل إلى هذا سيكون فيه حل جدري وستقفل هذه الدكاكين بصفة تلقائية تلقائية لذلك ثقافة النجاح وحجم المناهج الضخم برأيه هي التي فتحت الباب أمام هذه المكاتب أو المكتبات لخدمات الطلاب بأن تلعب دور كبير جدا في المعرفة التي يقدمها الطالب بنهاية المطاف إلى المعلم أو إلى ما هو مطلوب منه من واجه فذلك يجب أن تتغير الثقافة أن تعلم شخص كيف يتعلم وأن تركز على الجانب التعليمي في تقييمه وحتى في تقييم من يقوم بتدريسه جاي أما الموجود حاليا من وجود مثلا 16 أو 17 كتاب لطلاب مرحلة متوسطة وما دون وكم هائل من الطلبات الوظيفية بالتأكيد هذا سيرهق الأسر والطلاب وسيحيلهم إلى الاستعانة ومع الوقت بالتأكيد هو سيبحث عن الحل الأسهل خصوصا إذا توفرت المادة مقابل خدمة مقدور عليها كما يقال لذلك هي العلاج من هذا الجانب وعلى فكرة هذا السوق رغم أنه يعتبر سوق لا يمكن فعلا إحصائه لكن بعض الدراسات الغير رسمية قدرت السوق هذا في المملكة بأكثر من أربع مليارات ريال يعني أن تتحدث عن مليارات الريالات سنويا في هذا الجانب أنا لا أتكلم على المكتبات ومبيعاتها الطبيعية لا أنا أتكلم على خدمات الطلاب الذين يقومون سواء لطلاب الجامعات أو لما دونهم بأبحاث بمشاريع إلى آخرين زاد أنه منهجي التعليم التي ذكرها الدكتور فهد في عملية أنها تتغير هي جزء من هذا التغيير الكلي الذي يبحث عن قياس مستوى معرفة الطالب وتطبيقه لما يتعلمه فعليا هذا الجانب سيقلل من الاعتماد وسيصبح دعم لوجستي في الجوانب التي لا تحتاج أن تفتح مكتبة في بيتك حتى تأخذ بعض الخدمات لا ممكن أن تذهب إلى المكتب وتأخذ هذه الخدمات ولكنها لا تتعلق في الجانب العلمي والمعرفي فالمسألة هي مسألة تغيير يجب أن تقوم في الجامعات وزارة التعليم بالتعليم العام بالإضافة طبعا إلى أن تعاون المدارس والأسر بنهاية المطاف ماجد كيف أنت شايف يعني فيه ناس كثير يشتكون من تدني مستوى الطلاب في الكتابة في جماليات الخط في قدرات التعبير يبدو أن سبب أحد الأسباب هي خدمات الطالب والأسباب الأخرى أيضا توفر الأجهزة الجديدة يعني الاعتماد عليها في الآيباد وفي غيرها فكيف نبقي على المهارة مع الاستعانة أيضا بالمستجدات خلينا أبدأ من نقطة تدور في ذهني والزملة يتحدثون أي لدينا مهنتان سياديتان يجب عدم العبث فيهم التعليم والصحة لو وضعتهم في كفتين الصحة إذا تسهلت في برامج الرعاية الصحية إن شغلت في النهاية بالعلاج أصبح مجتمعك مريض وتعالجه التعليم إذا تسهلت أو أسأت العمل مع التعليم كمنظومة تعليمية إن شغلت بمخرجات التعليم في الترقيع لذلك طال عندنا قياش وقدرات وسنة تحضيرية وهي سنة ثانوية رابعة من احترام الشديد لماذا؟ لأن الممارسة التعليمية أصبح فيها خلل أنا حقيقة أنتم ظلمت دكاكين التعليم الدكاكين الصغير السوء ليست فيهم فقط السوء في السوبر ماركت الكبار اللي هم المدارس الأهلية المدارس الأهلية المدارس الأهلية تلخص الكتاب فيزيو تعبت عليه الدولة في أربع ورقات صحيح في مدارس نموذجية ممتازة تأدي خدمة تعليمية مهمة تقوم ببرامج موازية لترفع مستوى الطلاب نعم ولكن أكثر من 95% منها لا هي تمارس التجارة صحيح يا ماجد أننا عارفين العيوب وعارفين الأسواب اللي هي التعليم الأهلي اللي صار تجاري بحت والخدمات الطالب إيش الحل؟ الحل أغلاق؟ لا ليس أغلاق طبعا هو الدولة متجه إلى موضوع الخاص خاصة في موضوع الخاص خاصة في التعليم خطر جدا إما أن يرتفع بمستوى التعليم عندك وتصبح نموذج وتستفيد من النماذج أنا حقيقي كنت قريبا من النموذج الاسترالي فترة من الفترات وعندهم نموذج راقي في التعليم التجاري من زمان يعني تعليم أهلي عندهم بل أصبحت ما عندهم تعليم حكومي أصبحت وزارة التعليم عندهم تشرف على المدارس الأهلية ولكن ليست بفلسفة تجارية تجعلهم منافذ ربحية معينة ولكن خارج المنظومة التعليمية هي التي تشرف هي التي تدير هي تعين المعلمين هي تحدد الرواتب وليست المدارس لذلك حينما نتج إلى خصخصة التعليم يجب أن يكون حقيقة بوعي بحاجتنا بمستقبلنا بالظروف التي نعيشها ونحن حقيقة يعني تنصح أنت أن نتج هي التي تجربة لأسترالي أنا بغض النظر أنا لا أعتمد نموذجا محددا ولكن أقول أننا أمام مهنتان سيديتان يجب أن لا تخضى حتى لاجتهاد الوزارات موالي اجتهاد الوزارة محترام الشديد لهم مع خبرتهم يجب أن تكون لنا مجالسنا العليا التي تدير هاتين المهنتين بطريقة بمستوى عالي الجانب الثاني حقيقة أو أترك حقيقة يبدو أننا بيشوش على ذنية ولكن أقول أن إشكالية الخطوط والتحسن الخط والقدرات ما عندنا في المملكة في كل دول العالم لوجود التطبيقات الرقمية وهذه ليست مشكلة عندنا وليست مشكلة كبيرة جدا صحيح أيام السوفيت قديمة هذا كل شيء برجع لهم عندهم مصنع لأقلام الرصاص ومصنع لأقلام ليش لأنها تعلم الطالبة كتابة معينة وسائق التكسي وستاذ الجامعة خطهم جميل ولغتهم الروسية بمستوى متقارب ولكن هذا زمن ولا لا بس الحين عندنا الوزير الجديد حمد هذا الشيخ الدكتور حمد أوصى بأن يكون في كل حصة خمس دقائق للتدريب على الخط التحسين طبعا أنا متفاهل من الحلقة السابقة لأنه ابن الحاضن التعليمية صحيح فالليه ابن الحاضن التعليمية إن شاء الله يبقى مخرجات إن شاء الله جيدة أنا أقول في إشكالية حتى في بحوث الدراسات العلية الآن في المكاتب التي توجد في الدول العربية المحيطة فينا يعني الآن دائما تواصلون في تويتر وغيره يعني يحطوا له قائمة خدمات كتابة درسات ماجستير كتابة درسات دكتوراه كتابة بحوث تصلية يعني جالس يعطل عقول الناس بحيث يقول أنا أبحث لك وانت لا تتعب ورسل لألف ريال ولخمسمائة ريال هذه حقيقة من أخطر ما يكون لأنوأ البحث ومعناه أنا لما أدرس مادة طويلة ثم يطلب مني الدكتور أن يقدم فيها بحث هذا البحث هو عنوان فهمك للموضوع وهو عنوان قيمتك حقيقية العلمية وهو عنوان قدرتك على تصور البحث وفصوله أهم أهداف التعليم الجامعي هو أن يحول الطلاب اللي يشتغلون فيه بتخصصاتهم المختلفة إلى باحثين ما لم يتعود هو أو يتعلم تقنيات البحث ومهارات البحث ما كانوا تعلم جامعي وش هذا الفرق بين الجامعة والثانوية مدرسة ثانوية تكسبك المعلومات التعليم الجامعي يكسبك طريقة التفكير تعلمك كيف تفكر كيف تجمع المعلومات وكيف تعيد تنظيم هذه المعلومات بحيث أنها تصبح نص في معرفة تقدم للناس إذا أنت فستها وخليت واحد في بيروت أو في مصر أو في المغرب أو في تونس يسوي هذا الأشياء وهذا جالس بس يأخذ الورق ويديها ما سويت شيء العلاج للأسباب وليس للنتاج بالفعل فاصلتم ونعود إليكم لا لا وسألن بكم إلى الموضوع التالي أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان مشترك الأسبوع الماضي عن إطلاق مشروع لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين البلدين ويأتي الإعلان بعدما أفصحت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي عن وضعها لمشروع العملة الافتراضية ضمن المبادرات الجاهزة للإطلاق في إطار استراتيجية العزم والرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين وتقوم الفكرة على تجربة تقنية بلوكشين في إنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع بشكل تجريبي ويهدف المشروع الذي ستتم من خلاله استخدام العملة المرتقبة في إتمام التسويات المالية إلى فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها تبارك اقتصادي دكتور محمد اشرح لنا الحضور والمشاهدين طبعا بإجاز معنى العملة الرقمية هذه أيضا رأيك حول هذه المبادرة المصرفية ايش مردودها طبعا العملة الرقمية اللي انتشر عنها الفترة الماضية المضاربات وأنواع من العملات الرقمية اللي غير معروف زي البتكوين مثلا هي حوالي أكثر من 1200 عملة على فكرة موجودة ولكن كلها غير معروف مصدرها أو مرجعيتها لكن المهم في الأمر هو التقنية نفسها البلوكشين هي الأهم في هذا الموضوع هي التي تبنى على أساسها أو المنصة التي تبنى على أساسها التعامل الرقمي للعملات اليوم الدول هي ترفض تلك العملات ولكنها لا تمانع من أن تكون هناك معاملات رقمية فيما بينها أهمية هذا المشروع أنه يلغي الوسيط أنت عندما تقوم بالتحويل هناك وسيط لا تراه هو الذي يمرر هذه العملية ويضمن وصولها وتكون لديه المعلومات حول المحول والمحول له بهذه العملية اليوم أصبحت عملية التحويل تتم مباشرة بدون الحاجة إلى وسيط هذا الوسيط قد يكون بنك في نيويورك أو في لندن أو غيرها من التي تعطي ضمانات أو البنوك المعروفة بخلاف طبعا الحاجة إلى البنوك المركزية في الدول لذلك هذه العملية هي تطور هائل جدا سيوفر عشرات المليارات التي تصرف على تكاليف هذه الحوالات ويسهل ويسرع من العمليات المالية وتكون المعلومات موجودة عن الأطراف في هذه المنصة يعني لا يوجد معلومات غامضة لأن العملات الأخرى الغير مجونة المصدر استخدمت في عمليات تمويل إرهابية في عمليات أيضا غسيل أموال يعني كثير من الأمور والنقاط التي تدور حولها أما الآن هل الأفضل أن يدخلون دول أخرى أيضا يعني مثلا الحين هذا المشروع بين السعودية والإمارات هل ممكن أيضا أن ينضم إليهم مثلا البحرين الكويت دول عربية أخرى باعتقادي أنه سيصبح مشروع عالمي وليس فقط مقتصر على يعني هو يبدأ بين دولة ودولة ولكنه سينتقل ويصبح مشروع عالمي وستتغير مفاهيم وطريقة التحويل التحويل بين الدول والتكاليف المرتفعة التي كانت تدفعها الناس قطاع الأعمال تحديدا أيضا البنوك وجود أطراف أخرى أصلا هذه الأطراف تتكسب من كونها وسيط لا يوجد أي دور آخر لها هي لا تتكلف بأي شيء أكثر من كونها وسيط بين هذين الطرفين لدينا هم أصلا طرفين ممثوقين اليوم هذه المنصة سهلت عملية التحويل وبالتالي سيكون هناك دعم لتعجيل يعني يعني المعاملات المالية ونحن نعرف عندما نقول أننا في عصر السرعة نحن نحتاج إلى تسريع في كثير من المعاملات المالية التي تثم بين قطاع الأعمال بين دولة وأخرى مما يساعد على زيادة التبادل التجاري والنمو وأيضا الثقة بين الدولة وأخرى أو القطاعات العاملة فيما بينها دكتور أنتو في مركز أسبار المفروض أيضا تتولون إجراء مثل هذه البحوث والندوات لتعريف الناس بمثل هذه وتستدعون مثلا اقتصاديين نحن مهتمين جدا بهذا الموضوع وعقدنا في العام الماضي ورشتين عمل على تقنية البلوكتشين وفي منتدى أسبار الدولي اللي عقد في نوفمبر أيضا كان هناك محاضرة ورشة عمل أيضا عن نفس التقنية عن البلوكتشين نعم أولا هذه التقنية مثل ما أشار الدكتور محمد الأخ محمد أنه المتخصصون في التقنية يعتقدون بأنها ستكون أهم وأكبر وأضخم من ثورة الأنترنت نفسها عصر البلوكتشين هيخلي ثورة الأنترنت هذا كبيرها أمام ثورة البلوكتشين هذا واحد اثنين أخ محمد أشار إلى أنه هي ستلغي الوسيد وهذه أهم نقطة في موضوع المصارف ومستقبل المصارف يعني هذه التقنية تتوخى إلغاء البنوك قبل شوية كنا نتكلم عن الجامعات أنها ستتكلم عن إلغاء البنوك في يوم لاحق طبعا مش بكرة طبعا لكن في يوم لاحق سيكون لا داعي لوجود البنوك على الإطلاق وأنه ستتعول سيكون فيه مفاهيم وإجراءات جديدة للتعامل بين الدول بين الشركات بين الأفراد حتى تمام غير القائم الحال ربما يكون هناك صيغة أخرى جديدة للبنوك غير الصيغة الموجودة حاليا وستخفض كثير من التكاريف التي تنصرف على البنوك حاليا من الموظفين ومن التقنيات ومن الأمور المختلفة المتعددة الأخرى هذه كلها ستصب في مصلحة الاقتصاد العالمي في يوم لاحقا وبالفعل هي ستصبح للعالم كله أنا كنت في غاية السعادة أن المملكة دخلت هذه التجربة مبكرا وحتى لو هي تسميها إلى الآن تجريبية وهي فعلا تجريبية لكن أنا أعتقد أن هذا معناها أنه فيه قناعة بمحاولة تبني تجليات المستقبل بطريقة إيجابية جدا ومع دولة صديقة أيضا سيكون سهولة التعاون سهولة التعامل بعدين على فكرة درجة الثقة أنا لست متخصص في التقنية ولكني أقرأ عنها درجة الثقة في تقنية البلوكشين والعملة الرقمية عالية جدا والعالم لن يقبل أن يزج باقتصاده وبتعاملاته المالية في تقنية شيء مشبور يعني لك عليها ولا يمكن ولا يمكن اختراقها بأي حالة من الأحوال حسب ما يذكرون المتخصصين في مجالات التقنية والمهتمين بهذه التقنية تحديدا البلوكشين طيب فاصل ثم نعود إليك أهلا بكم أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أن مشروع وسط العوامية الذي دشنه الأسبوع الماضي سيكون مصدر إشعاع بعدما كان مصدر إزعاج لأهل العوامية معبرا عن سعادته بافتتاح المشروع الذي وضع حجر أساسه قبل عام وقال الأمير سعود بن نايف في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين مشروع العوامية أن الحلم تحول إلى واقع بعد سنة كاملة من خلال تحويل منطقة عشوائية ومؤذية لأهل العوامية خصوصا ومحافظة القطيف عموما إلى منطقة حضارية تراثية تمتلك جميع المقونات أنا بيتكلم عن العوامية بس عندي خبر أنك تتعلق على قبل شوية العملة الرقمية العملة الرقمية ما بيتكلم عن العملة الرقمية حد ذاتها نتكلم على الإطار لحطب العملة الرقمية إذا أنت بتدخل في العالم العملة الرقمية أنت بتدخل في عالم افتراضي جديد وهنا الإشكالية الكبيرة نحن لازمنا على العالم الافتراضي التقني وحتى أن الصحيفة الفرنسية هذا النطق الصحيح لغاسيون أو كذا الفرنسية لبغاسيون يبدو لي سمتهم الخمسة الكبار وجابت طبعا جوجل ومجموعتها في أنها هي اللي قاعدة تدير العالم الآن أنت ستخرج من البنوك المركزية والوسيط المالي الدولي إلى هذه المؤسسات الرقمية العالمية تصبح هي الوسيط في حركتك النقدية الرقمية الجديدة اللي أنت بتدخل فيها وحقدنا حلقة عن السيادة الوطنية السبرانية وحقيقة أحدثت عندنا قلق كبير لما عقدنا الحلقة وجدنا أن الصين هي الدولة الوحيدة في العالم اللي عملت لها إطار تقني شامل يغطي كامل احتياجات فنحن إذا ندخل في العالم الرقمي وفي العملة الرقمية يجب أن نبدأ في أن نمتلك ذاتنا في مجال التقني الرقمي حتى لا تكون العملة الرقمية يعني مرهونة بالمؤسسات التقنية العالمية كما أن البنك المركزي كنا مرتهنين له في عملنا المالي التقليدي أما حقيقة بالنسبة لموضوع وسط العوامية اختصرها التقرير بجملة لطيفة جدا وهي الزبدة أنها تحولت من عشوائية وفوضوية إلى منارف فكرية وثقافية أصبح من يريد أن يعيش حياة حضارية ثقافية شعبية فأصبحت هذا المركز أنا حقيقة قرأت قبل مدة تقرير عنها وعن المساحة وسرعة الإنجازة التي يعني عقد فيها ثم ربطها بالبيئة وهذا هو المهم حينما تأتي إلى مكونات وسط العوامية تجد أنه مرتبط ببيئة المنطقة بكل تفاصيلها ممتاز شيخ بدر إضافة إلى جماليات التنفيذ التي حدث في وسط العوامية أنا لفت نظري مدة الإنجاز القياسية في عام واحد تم تحويل المنطقة التي كانت وكر للأرهابيين إلى مساحة للتنفس هذا مؤشر قضية الإنجاز هو مؤشر حقيقة للجانب التنوي وكله والإرادة بمعنى أنه أول كانت الناس تقلق حقيقة يعني المشروع اللي بسنة يخرص بسنتين ثلاث سنة ثم يتعثر حين يقف فهذا يحدث حتى عامل نفسي غير سيء للآخرين الآن سرعة الإنجاز هذه تجعل الناس عند أطمئنان أكبر في تنفيذ المشروعات هذا الجانب الجانب الثاني حقيقة أنه مكافحة الإرهاب أحيانا ليست فقط جانب أمني يعني في وسائل كثيرة تنظر إلى أسباب الإرهاب سواء كانت مادية أو فكرية وتستطيع أن تفككها هذه الدوعيس اللي كانت في وسط العوامية كانت هي مكان مثالي للرهابيين والذين يخططون ضد رجال الأمن والشراط ويخزرون أسلحة ويرتبون ويدربون أنت مجرد أن تفكك هذه المنظومة وتعيد تأهيلها أن تكون بهذه المثابة أنت قطعت عليها مشروط كبير وأنهيت جزء كبير من مخططاتهم في مثل هذه الأمر ولذلك هم أدركوا أن جزء من هذا المشروع هو حقيقة إنهال هذه الحالة فحاولوا يستهدفون الذين يعملون وحاولوا يستهدفون الشرط الحامية للمشروع لأنهم لا يريدون أن ينجح مثل هذا المشروع هذا المشروع ليس فقط هو المفروض أن يوضع في العوامية كل منطقة من مناطق المملكة وكل مدينة فيها مثل هذا المكان اللي يحتاج حقيقة هي لتطوير يكون متنفس لأهل البلد يعني يذهبون فيه وخاصة إذا ربطوا مثل ما ذكر الدكتور ماجل الربط في قضية البعدة الثقافي التاريخي هذا يعطي حقيقة ابتداد للحاضر المستقبل ويعطي الناس متنفس أكثر أنهم يروحون يشوفون مثل هذه الأجواء ويكون حتى مجالة الترفيه داخل هذه البلد صحي أنا انتهى الوقت عندي بقي لي أن أشكر ضيوف الكرام الدكتور فهد العرابي الحارثي ودكتور ماجد تركي الأستاذ محمد العنقري والشيخ بدر العامر وشكر أيضا أن يصلكم ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة